والأصل شف كيف رضي الله عنهم بداية ورضوا عنه الأصل أن يبدأ رضاي عن الله ثم يأتي رضى الله عنه اسمع الآن انتبه خطوة خطوة أرجوك الأصل ما الذي يبتدي؟ الأصل أن تأتي الآية رضي عنهم ورضوا عنه يعني بداية الله يرضى عننا إذا رضي الله عننا حين نرضى لكن الله قال رضي الله عنهم أنا رضيت ورضوا عنه الأصل أنا ما أرضى عنهم إلا إذا رضوا عني صح الأصل أن الله لا يرضى عنهم إلا إذا هم رضوا عني يعني بمعنى الله لا يدخل أحد الجنة إلا إذا آمن به يعني آمنوا فأدخلهم جنة مثلا فالأصل أن تأتي رضوا عن لأنهم رضوا عني وعن أفعالي وتصرفاتي وقدري أنا رضيت عنهم لكن الله قال رضي الله عنهم أنا رضيت ثم جاء ورضوا عنه لماذا؟ لأنه أنت مهما ترضى عن الله في قدره لا يوازي أبدا رضى الله عنك فضلا ونعمة وجودا مهما أنت كنت راض عن الله فيما أصابك لا يوازي فضل الله عليك إن رضي عنك ولأن الله إذا رضي عنك يسر لك كل عقبات الدنيا وكل مصائب الدنيا جرت بين يديك كالماء لأن الله وفقك بالرضى عنه علمتم؟ لهذا الله عز وجل دائما يقول فتاب عليهم ليتوبوا كما في سورة ثوبة كيف تاب علينا لينتوب؟ أصلا الآية يجب أن تكون تابوا فتاب عليهم لا الله يقول تاب عليهم ليتوبوا كيف تاب عليهم ليتوبوا يعني كيف تاب عليهم أنت وصلت الآية تاب عليهم ليتوبوا يعني كيف الأصل تابوا فتاب عليهم لا قال كأن الله يقول ترهب ما تابوا إلا أنا بعد ما وفقتهم للتوبة تاب الله عليهم أنا وفقتهم للتوبة فتابوا ثم تقبلت توبتهم فرضي الله عنهم أنا برضاي عنهم وفقتهم يرضوا عني ويرضوا بقضائي وقدري أرأيتم ما أعظم رب العباد نحن يا سادة كل يوم ننظر للدنيا كل يوم حين نشوف سيارات ونشوف السماء ونشوف الإجبال ونشوف المطار ونشوف الأرض لكن كم لحظة نرى الله لماذا ما معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى أعبد ربي كأني أراه كيف كل يوم كم دقيقة أنت تنظر لله نحن ننظر للجبل للدنيا لكن كم مرة نرى الله في اليوم بعظمة الله نحن نذنب نحن نقع في الذنب نسوي المصايب لكن ستر الله علينا كان عظيمة وجميلة ورائعة ولولا ستر الله علينا ما جاوارنا أحد ولا ما سمع أحد وما دفن بعضنا بعضا لولا ستر الله لكن لكن الله يحب من يبصر عظمته بما فاض به عليه من كرمه وجوده لهذا حتى يرضى الله عننا يجب أن نرضى عن الله سبحانه وتعالى هنا فعلا حزن الدنيا والآخرة مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من رحيق الإيمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر